السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمام وكما عودناكم دائما مع آخر الأخبار وآخر المستجدات ففي هذا الفيديو الإخوان غدي نشوفوا واحد البلاغ من الدوان الملكي كذلك غدي نشوفوا إخواني أخوتي أن أكبر عدو للمغرب اليوم كيدعم مغربية الصحراء وفي الأخير أو ثالثا غدي نشوفوا عبد المجيد عبد المجيد الرئيس الجزائري اللي ينصب واحد الفرخ لرئيس روسيا وغدي تشوفوا هاد شي بالصوت والصورة فابقوا معي الإخوان موضوع شيق جدا رجائي منكم كالعادة أنكم تدعمونا باللايك بالبرتش كذلك بالاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا وما تنسوش الإخوان تعليق للكم الإيجابية سواء وريضة سواء قليب سواء الرأي المغربية سواء الخارطة المغربية كل ما هو إيجابي فهو قدر أنه يدعمنا فعلى بركة الله ندخلوا صور بالموضوع وفي خبر عاجل بلاغ من الدول الملكي صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله يقوم بتعيين فوزي لقجة رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم كرئيس للجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم في إطار الملف المشترك ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال إذن رسميا إخواني أخواتي تم تعيين فوزي القجة كرئيس للجنة اللي غادي تكلف بتنسيق أعضاء الدول اللي هي إسبانيا والبرتغال وغادي يكون مكلف أيضا باللجنة المغربية اللي غادي تجهز الملف ديالها ولي غادي يكون الملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال إذن نعم الرجل نحن نعلم كفاءة هذا الرجل ودل إنجازات دياله تتحدث عنه وبالتالي هذه المسألة لا نقاش فيها الرجل المناسب في المكان المناسب إخواني أخواتي سنتقلوا لعبد المجيد ننتقلوا للرئيس الجزائري كيفاش نصب واحد الفخ لبوتين فأول حاجة ندروها نشوفوا الفيديو لعبد المجيد ونتلقواه من بعد محدثات مع فخمة الرئيس بلاديمير بوتين خلال الظاهرة مثمرة صريحة وصادقة عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة وأكدت إرادتنا المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي بين البلدين وافتح قوس لأقول أننا متفقين مع كل ما جاء به فخمة الرئيس راديمير بوتين لخلال تدخله لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء لعلاقات ثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها وتبدلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وفي هذا الصدد أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كما تطلقنا إلى ما يجري في ليبيا لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيلي شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي من انضمام إلى مجموعة البريكس واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من ستين سنة وذلك من خلال اعتماد خارطة طريق طموحة طموحة للتعاون الثنائي كما سمعتو اخواتي يقل لك توافق الرؤى في قضية النزاع الصحراء الغربية فبوتين هاد الكلام ما ذكره اصلا الى بانتلي يذكره يعني بوتين الى بغايد يدعمل بوليزاريو ما غادي شي خاف من المغرب او يعني ما غادي خاف يقول هاد الكلام لانها ماشي شي دولة ضعيفة ولكن هو دائما يخشى غضب المغرب وعنده علاقات فهو دائما يتحاشى ذكر الملف ديال الصحراء فهو خايف يخسر العلاقات دياله مع المغرب فباش يقول عبد المجيد توافق الرؤى في قضية الصحراء الغربية هذا فخ نصبوله عبد المجيد لبوتين فهنا عبد المجيد كيخش بتصريح خطير وخطير جدا ممكن يعني نقلب عليهم ممكن يخلي الجزائر في عزلة واخرها في عزلة دولية ولكن قتلها هاد روسيا هي الخط اللي رأى مع القابه فبوتين ما قالش هاد الكلام الصحفة الروسية ما قالش هاد الكلام هو بغي يخلق مشاكل ما بين المغرب وروسيا فبغي يدلو هاد الفخ لبوتين زيما رهتكلم على الصحراء المغربية وعندنا توافق في الرؤى فالإعلام الجزائري هو اللي يتكلم على توافق الرؤى ما بين روسيا والجزائر وفي نفس الموضوع لإخوان سنمشي لأكبر عدو للمغرب اللي اليوم يدعم مغربية الصحراء أكبر حزب في إسبانيا يكره المغرب أكبر حزب في إسبانيا يكره المسلمين يكره الجالية المغربية والجالية ككل بإسبانيا يكره المهاجرين حزب معادل أي حاجة يكره المسلمين هاد الحزب يهاجم المهاجرين اليوم اليوم بشكل مفاجئ هاد الحزب إلا قلت تجي حد راكيد عن مغربية الصحراء فغادي يقول لك ما يمكن مستحيل حزب فوكس يعني المعادل أي حاجة الكاره المغرب رافد تطور دي المغرب يعني هذا مغربية الصحراء اللي كيكره ولي ما كيد دمه بل هو رافد تطور المغرب وما بغيش المغرب يكون أحسن إسبانيا ما بغيش المغرب يتكلم على سبتاء ومليليا فاليوم الاخوان ستخرج نائبة عن مجموعة فوكس في البرلمان الاندلوسي في مالاقا وخلال الجلسة العامة ستخرج وتهاجم الحكومة إسبانيا وتهاجم البرلمان الأوروبي حول عدم تجديد الاتفاقية الصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الصحراء المغربية فالكل يعرف لماذا توقف هذه الاتفاقية ولماذا توقف المفاوضات بشكل نهائي هنا الاتفاقية شاهدوا بالمغرب لا تسوق لهم خلال إسبانيا هي بحدها التي تتحرك خصوصا أن اليوم المغرب يتحدث اتفاقيات مع اليابان حول الصيد البحري وكذلك الصين التي تقلب على هذه الصيد البحري كذلك روسيا تقلب على هذه الاتفاقية فإسبانيا أو هذا الحزب بالضبط يعني كي يهاجم البرولامان الأوروبي يقول لماذا لا تجد الاتفاقية لأن هم عارفون يعطى الله الشركاء الذين سأتفاقية مع المغرب فالنائبة عن مجموعة فوكس تحضرهم وكتقول لهم بذين يتضرر 500 عائلة التي يخدمون في هذا المجال يعني حزب فوكس يرفض قرار البرولامان الأوروبي فهم لكي يخرج هذا الحزب ويقول لبروكسيل لا يوجد الحق في هذه الاتفاقية والتي تشمل الصحراء المغربية إذن يعترف بالشرعية الاتفاقية ويعرض قرار المحكمة العدل الأوروبية التي تحرك المستارة تقول أنها تضم الأقليب الجنوبية وأن المغرب يستولي لها ويستغل لصالحها أو يستغل تروات ديلها إذن هذا الحزب فوكس يعترف اليوم بشرعية الاتفاقية وما يؤيد الحكم المحكمة العدل الأوروبية والتي تقول أن الصحراء المغربية هي متنزعة عنها بالتالي هذا الحزب اعتبر هذه الاتفاقية هي شرعية بما فيها الصحراء المغربية وأن السكان الصحراوي يستفيدون من يدافع عن مغربية الصحراء هذا هو المضوع ديالنا تحية لكم شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته